تنوعت الموضوعات التي تطرقها الرواية السعودية بتنوع القصص والتاريخ والثقافة التي تستمد منها فكرتها وموضوعها وحديثنا الليلة عن رواية أصدرها الكاتب السعودي أحمد السماري مؤخرا اختار لها اسم ليليت اختار لها موضوع الظلم الذي تواجهه المرأة في بعض السياقات الاجتماعية واختار حقبة السبعينات ومتنقلا فيه بين القرى والمدن المحلية والعالمية عبر بطلة القصة جوهرة نناقش الليلة هذه الرواية مع مؤلفها الرواية السعودي أحمد السماري أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد أهلا وسهلا أول شيء أبارك لك إصدارك لرواية ابنة ليليت الله يبارك فيك بداية كان عندك إصدارين لروايتين سابقتين كيف استفدت منها في روايتك الثالثة ابنة ليليت والله حقيقة دائما التجارب الأولى مفيدة جدا يعني خصوصا أنه بعد ما تنتهي من الحمل يقرأه مجموعة سواء أصدقاء سواء نقاط سواء يعني ناس تثق في ذائقتهم يبدون يعطون كل ما يسمى بالفيدباك الملاحظات والانتقادات أكثر مفيدة أكثر من المدحة والثناء نقد البناء نعم لأنه يعني هما يعطونك الملاحظات قيمة تنتبه لها وتأخذها في الاعتبار في الروايات فمن الأشياء المهمة جدا حقيقة على سبيل المثال قضية الاهتمام بالفكرة الرواية لأن الفكرة الرواية في غاية الأهمية حتى تبقى الرواية الناس تتذكرها يعني الناس لن تتذكر التفاصيل لكن تتذكر جوهر الرواية وفكرتها الرواية ثاني شيء أنا كنت أكتب في البداية بالسلوب التقليدي الكلاسيك الراوي العليم وهذا عادة يقولونه دائما للمبتدئين يعني وهذا ما في شيء أنا كنت مبتدئ مثل أي شخص آخر بعد كذا بديت أغير في الروايتين الثانية إلى السلوب أكثر تقدمية فصرت أكتب متعددة الأصوات والضمير المتكلم وهي أساليب أصعب شوي في الكتابة لكنها ما في شك أنها تعطي قيمة أعلى وتظهر للعمل بشكل أفضل وهذه رواية تحدثت بصوت جوهرة طول الرواية لا حقيقة كان في صوتين هو صوت جوهرة جواهر وصوت ابنتها ابنتها من الزواج الأمريكي اسمها إميلا كستيلو فطبعا هي صوت بنتها لكن هي ما عاشت معها وبالتالي كانت هذا في بلد وهي في مكان آخر فكان الهدف هو أنك تعيش هالخطين هذي بهالصوتين على أمل متى يلتقون في نهاية الرواية اسم الرواية ابنة ليليت إلى ماذا ترمز أو إلى ماذا يرمز هذا الأسم؟ طبعا ليليت هي سطورة قديمة من الأساطير القديمة من المثولوجيات الغريقية تتحدث عن قصة زوجة أبونا عادم الأولى طبعا لا يوجد على الشيء ولكن هذا أخذت من باب الدلالات فأصبح الاسم يرمز حتى في الأدبيات المتوالية تحول بعد كده من الأسطورة إلى الأدب أن المرأة التي تطلب العدالة المرأة التي تطلب المساواة المرأة التي ترفض أن تتنازل عن حقها فبالتالي حاولت استنصخ نسخة عربية من هذه الأسطورة بحث أنها تكون واقعية إلى حد ما واقعية لونها من الخيال ولكن من الواقع الذي نحن نعيشه وخرجت بحكاية جواهر أو جورجيت أو دكتورة جيجيت كلها هذه متغيرات تحولات حتى في شخصية البنت أو المرأة هذه الشخصية الرئيسية بحيث أنها في الأخير اكتسبت بعد تجربتها الطويلة اكتسبت هذا اللقب الذي أنا لقبته أنها ابنة ليليت وليست ليليت ولكن ابنتها طيب وهل سعيت من خلال هذه الرواية أنك تعكس الواقع المعاش في المجتمع السعودي في السبعينات هو أصلا هذا المفهوم أنا لا أتفق معها أصلا الرواية ليست يعني ليس دورها أنها تعكس واقع المجتمع ليست منشورة اجتماعي الرواية شيء مجازي وهو يتخلق في عقل الرواية ويكتبه الرواية من نظرته للحياة ونظرته للناس ومن خلال هذه الرؤية هو يسقط حكاية يحاول أن من خلال هذه الحكاية يظهر شيء جمالي يعني يجعل القارئ أو يجعل المتلقي يحب هذه الشخصية يحب هذه الحكاية يقرأها ويرددها ويستفيد منها من ناحية جمالية ولكن هي ليس يعني دورها أو الروايات ليس دوره بالأساس أنها عكس الواقع المجتمع شيء مجازي شيء يصير بجانب موازي للحياة وهذه نظرة الكاتب في الأخير هل ممكن أن حتى تستخدم أشياء كانت فعلا موجودة في الواقع تنعكس على قصة الرواية؟ طبعا أنت لما تحكي عن لما تبدأ في الحكاية أنت تبدأ بالشخصيات وبعدين تبدأ فيما ما يعرب بالزمان كان يعني الزمن الذي حصل فيه والمكان الذي حصل فيه بطبيعة الحال أنك أنت تتعرض إلى أسماء مدن إلى أسماء شوارع إلى أسماء مؤسسات إلى أسماء مهن موجودة في الحياة ما في الشك وإيش سبب اللي خلاك تختار في فترة السبعينات درواية هل في سبب أو؟ هي ليس هي ليس اختيار أنا لا أختار هي الحكاية التي فرضتها جواهر هي من الدفع الأولى من كلية الطب الرياض مو صعب عليك أنك تتذكر هذه الفترة لا لا أنا أبن هذه الفترة وتربط الأحداث وتحبكها هي جزء من حياتي وجزء من ذاكرتي فهذه أول دفعة تخرجت كانت في عام 1974 الدفعة هذه أسماءها على فكرة موجودة إلى الآن موجودة يعني لو سويت ريسيرج في في النت وجدت نفس الأسماء يعني أسماء الدفعة أقصد فكانت عملية رمزية للتغير لتغير الحياة تغير الحياة على من؟ تغير الحياة على النساء أو على الأنثى لأنها أوجدت قفزة كبيرة للمرأة في وقت يعني كان مفتح باب بسيط في موضوع التعليم لكن الطب كان قفزها إلى أنه يصبح عندنا طبيبات سعوديات فأصبح هذه هي البداية المناسبة للحكاية ولكن ليست مرتبطة بالشكل الأساسي بالحكاية في الرواية تكلمت عن أكثر من منطقة موريتانيا نيويورك وليس آنجلوس تكلمنا عن هذه المناطق وليش اخترت هذه المناطق في الرواية طبعا يعني البداية هي صلسم من السعودية هي طبعا شخصية رئيسية قررت الهجرة في وقت متأخر يعني في وقت متأخر بالنسبة لعمرها يعني نتكلم عن ما بعد التخرج كطبيبة واشتغلت كذا سنة بعد كذا قررت نحتهاجر فكانت طموحها هو طموح علمي بالبداية فكان لا بد أنك أنت توجهها إلى رمز من رموز التقدم العلمي والتكنولوجي في العالم فما في شكل أمريكا ونيويورك بالذات يعني ذات رمزية عالية جدا ولها يعني تمثل الثقافة المختلفة تمثل القيم المتباينة مع القيم اللي جاية منها فكان الاختيار على نيويورك لإكمال الدراسة والبحث عن عمل بعد كذا في رحلة استثنائية تابعة للصليب الأحمر أو الغاثة الدولية التحقت كمتطوعة فذهبوا إلى موريتاريا فكانت تجربة ثرية من الناحية الروحانية لأنها يعني كان بلد أول شيء أنها انصدمت هذا البلد فيه تشابه كبير بينها وبين السعودية تشابه في اسلوب الحياة تشابه في حب مثلا الإبل في مثلا حبهم للشعر في عاداتهم في أشياء كثيرة ذهلت من هذا التشابه الكبير ومنها هناك برضو وصلها ما يعرف يسمونها بالحلم عن طريق صدفة أنها قابلت امرأة عجوز وأعطتها توقعت لها حلم أنها بيحصل لها بعدين بعد كذا نيويورك بلد خطر بما فيها من منافع بما فيها من مخاطر فحصلت لها حادثة أدت إلى أنها تنتقل إلى لوس أنجلوس لوس أنجلوس كذلك رمزيتها يعني إذا خدت بس هليود الحالها فيها رمزية عالمية لأن هذا البلد بلد مشعي جدا يعني يكفي الأفلام التي تنتجها هذه البلد تجدها في كل العالم في كل التلفزيونات في كل صلاة السينما في العالم فبالتالي هذا القدرة وهذا الرمزية وهذا الدلالة تبين لك أنه هذا المجتمع مجتمع عملي جدا 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 وبالتالي إذا أنت تبغى تعيش فيه وتتكيف معه لازم تأخذ نفس نمط الحياة نسق الحياة فهي أخذت نفس نسق حياة الأمريكية حتى توصل إلى النجاح طيب فيها أنا عندي اقتباسين نبغى نوقف عند الاقتباس الأول صفحة 13 شعرت بسعادة لا توصف حينما رأيت اسمي مسجلا ضمن الدفع الأولى من خريجات كلية الطب في جامعة الرياض والمؤرخة في العام 1980 ميلادي 1400 هجري هل هذه التواريخ هي فعلا مؤرخة ولا كانت من سياق الرواية لا يعني افتراضيا لا يوجد اسم جواهر اللي موجود في هذا لا شيء من ضمن القاهرة لا التاريخ التاريخ صحيح التاريخ صحيح حتى الحفل اللي أنا تكلمت عنه في هذا الحفل صحيح وكان فيه يعني حالة استبشار حقيقة يعني ربما أنا كنت يعني عمرا يعني أنا ممكن في المرحلة متوسطة لكن اتذكر الاحتفالية في وسائل الاتصال في ذاك الوقت يعني الجرائد التلفزيون كانوا باثين الخبر بشكل يعني مبشر أنه تخريج أول دفعة طالبات خرجات من جامعة الملك من جامعة الرياض يعني اسمها وقتها جامعة الرياض اللي كان يتطب فأحدثت حقيقة حتى يعني حراك اجتماعي كبير لأنه المجتمع فهم أنه فعلا متجه للتحديث والتغيير ولا بد منه يتجاوب مع هذا الشيء طيب هل معنى أنه في روايتك في أحداث بالرواية عكسها الواقع بطريقة أو أخرى مثل مثلا لما أنت ذكرت الحفل وكيف فعكست على روايتك بطريقة غير مباشرة فهل كان للذاكرة الخاصة فيك أثر على عكسها بالرواية لا في شك الذاكرة جزء مهم جدا للكاتب يعني الذاكرة يعني أنا أعتقد هي المغذة رقم واحد يعني ربما الإنسان عنده إبداعات أخرى في أنه يكتب في زمن غير زمن أو في وقت غير وقت لكن لا يمكن أنه تمتلك هذاك السحر في الكتابة إلا لما تكون عايش ذاك الزمن يعني هذا الزمن مع الرواية السابقة اللي قبل هذه اسمها رواية قنطرة كانت تحكي عن حارة شعبية وأنا أبن حارة شعبية في طفولتي فأنا يعني يستغربوني الناس يعني أنه يعني وشلون كتبت عن هالحارة الشعبية على بالهم أني طول وقت يعني عايش في خارج فقلتهم لا أبدا أنا إلى خمسة عشر سنة إلى المرحلة والقصة هذه أو الحكاية هذه أنا أعتبر نفسي شاهد ولكن ليس شخصية يعني شاهد يتفرج على الشخصيات اللي موجودة في الرواية ولكن لست موجود في الرواية كشخصية فهو نعم ضروري أنا أعتقد أنه من أجمل وأمتع الأشياء هي ما يخزن في الذاكرة لكنه القدرة في استرجاعها عن طريق الرواية وعن طريق الحكاية شاكرا لك جدا ساد أحمد السماري وشاكرا لتواجذك معنا في هذا المساء أهلا وسهلا فرصة طيبة شكرا لكم شكرا لكم